اللي قالتوا بس أنت ده لطيف جدا زمان ما كانش فيه الكلام ده أنتو خدتوا بالكو إحنا كان زمان أخرنا في الرياضة أخرنا يعني بالتأكيد نجوم كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في مصر وفي أغلب دول العالم تمام وطبعا عندنا بقى مثلا إيه؟ نجوم السينما فمرحلة ما بدأ يظهر ما قد تطلق عليه نجوم الإعلام أنا ما بحبش التسميات دي بالمناسبة خالص الإعلام لا بد أبدا ما يكونش فيه أي شكل من أشكال النجومية لأنه دي مهنة صحفية بالأساس والمعيار فيها دايما المهنية والموضوعية والدقة والمصدقية ما فيهاش نجومية يعني وكنا على استحياء من وقت للتاني حد ينور يعني أنا أتذكر كويس قوي باسكتبول كابتن متحة وردة صنع الألعاب الشهير زمان على أيامي بقى وانا صغنطت كنت أنا صغير وكابتن متحة وردة كبير يعني ما شاء الله ما نديله الصح فكنت أتذكر كويس قوي كابتن متحة وردة ففيه فترة كده كان إيه تم إلقاء الضوء على كابتن متحة وردة بس اللي هو كل فين وفين لما كنا يتم إلقاء الضوء على بطل رياضي دلوقتي إحنا لقينا نفسنا عارفين أسماء العدقين زي باسانت أسماء الربعين رفع الأسقال أسماء لعيبة الكاراتيه أسماء طبعا كرت القدم ده مما لا شك فيه أسماء كرت اليد تنس الطاولة سكواش وهكذا ولاد وبنات وكانت الألعاب الشهيدة على رأي زميلي العزيز مخرج نعطي ألعاب محدش قواخ بباله منها ولا حد مركز يعني ألعاب فردية على رأي باسانت وكانش حد مركز لأ ده أنا عايز أقولك كانت الألعاب الجامعية حتى بما فيها كرت اليد مكنش مركزين خالص النهاردة لأ الوضع اختلف بالكلية بالكلية حاجة تانية خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر